الاسبوع ده احنا حققنا في منتصف الاسبوع ادنى رقم لينا منذ تقريبا 4 شهور عند رقم 7400 نقطة ولكن الحمد لله الاسبوع بيغلق على الهاي اعلى سعر سواء في الاسعار الاسهم او في رقم المؤشر او في قيمة التنفيذات النهاردة بنفس بمليار جنيه لذلك انا عايز اقول لزملائي المحللين اللي بينزلوا تقارير بترعب الافراد الافراد في السوق يمثلوا 70% زبزبتهم عالية جدا اندفاع في الشراء في حالة الصعود انزعاج في حالة البيع فهنا انا بقى اطلب من زملائي المحللين ان تبقى تقاريرهم متوازنة شوية ما انه بقاش عند منطقة 7700 نقطة واشوف مستهدفات 8600 يعني اقل من 2000 نقطة هبوطا دي اول ملاحظة انا عايز اقولها النهاردة النهاردة بيؤكد اللي احنا قلناها مع حضرتك العام الماضي ان عام 2014 هيشهد موجة سعودية طويلة الاجل من مميزات سمات الموجات السعودية طويلة الاجل ان يحصل جواها موجة جاني ارباح عنيفة وده اللي احنا شفناها الاسبوع الماضي النهاردة المؤسسات بترجع تشتري تاني بدافع من الفوائد المتوفرة لديها النهاردة بنشوف تقارير لشركة بلتون بتوصي برفع الوزن المحافظ في البورصة المصرية وبتتوقع طفرة سعودية في النصف التاني وده بالزبط اللي احنا كنا بنقوله مع حضرتك في نهايات العام الماضي فضال طيب يعني انت ممكن احضرت معنا اللقاء تبع الدكتور محمد عمران الاسبوع الماضي حول الاجتماع مع المدراء الصناديق الاستثمارية استاذ وائل كيف ترى يعني نتيجة هذا الاجتماع في نهاية هذا الاسبوع هل اتى ثماره فعلا مع مدراء الصناديق وكيف انعكس ايضا يمكن بعد الاجتماع مباشرة رأينا هذه الارتفاعات على المؤشرات المصرية هو فعلا ملاحظة جيدة من حضرتك ان تاني يوم الاجتماع على طول السوق طلع التلات والاربع والخميس المؤسسات بتشتري بقوة انا مش يعني ما قدرش اقول ايه اللي درجة هو الاجتماع ولكن المشاهد بتقول ان المؤسسات المصرية رجع التاني تشتري بدافع من الارتفاعين الحاجة الاولى الهبوط الشديد اللي حصل اوجد اسعار خمس شهور وراء وست شهور وراء فده دافع ان هو يبدأ يكون مراكز جديدة بعد ما تخلص من مراكزه القديمة في نهاية الربع الاول الحاجة التانية ان في فوائض عند هذه المؤسسات بالفعل تكونت نتيجة المبيعات العنيفة اللي كانت الاسبوع الماضي واللي قبليه فالفوائض دي لابد ان هي تستخدمها في الشراء اسم لان هو ده الهدف من هذي السندي ان هي تكون محافظ في الاسم عشان كده بنلاقي السندي المصرية رجعت تشتري تاني وهي اللي ده عامة السوق يوم الثلاث والاربع والخميس بقيمة دولات مرتفعة وبعودة لتكوين مراكز اتوقع ان هي مع نهاية هذا الربع هتحقق فيها رباح جيد طيب اليوم يمكن خلال الاسبوع الماضي ايضا تابعنا خبر عن دلتا للانشاء والتعمير استاذ وائل تم تجميد حصة رئيس مجلس الادارة وتم الزامه بشراء الاسهم من السوق كيف ترى هذا القرار وما هي الخطة التي سيتم اتباعها بعملية شراء الاسهم من السوق من قبل رئيس مجلس الادارة هذا القرار قرار غير مكتمل لابد من هيئة الرقابة المالية تنزل ملحق لهذا القرار لسبب القرار قال الزامه بعادة شراء ما باعه طب هنا هيشتري بقام السعر وفي اي توقيت يبقى عندنا حكتين السعر والتوقيت هل هيشتري بقيمة الاسمية 10 جنيه ولا بمتوسط تدول 6 شهور ولا كان في عرض الشراء سنة 2007 ب46 جنيه كل هذه العوامل خلت السوق يضرب اخماس في اسداد السهم طلع اول يوم 10 مية تاني يوم نزل تلت يوم طلع ففي هنا زبزبة لابد من هيئة الرقابة المالية تنزل ملحق لهذا القرار وتوضح الوقت اللي هيتنفس فيه والسعر اللي هيتنفس به النهاردة المساهمين بتلجأ الى ان هي عايزة تعقد جميعها عمومية لعزل رئيس مجلس ادارة الشركة يتكرر مرة اخرى سيناريو العربية الدولية للصمار ان المساهمين تقف في وجه رئيس مجلس ادارة الشركة فلذلك لابد من هيئة الرقابة ان هي توضح لنا وبسرعة السعر والوقت اللي هيتم فيه تنفيذ هذا القرار اعتقى للصلب المفروض انه يصرف 5 جنيه كوبون ما مصير هذا الصرف وهذا الكوبون أستاذ وائل ما هي العقبات التي تقف امام عملية الصرف اللي كانت العقبات اللي كانت موجودة موافقة البنوك الدائنة لان عتاء يمكن اكتر السمع مرهونة لصالح البنوك الصرف اللي بيتم ده على فكرة ما هواش ربحية السنة عشان المتعامل يعرف ان مش هيصرف السنة الجاية 5 جنيه ولا اللي بعدها 5 جنيه ده دي ربحية مرحلة من 2010 لغاية السنة دي ما صرفوش ارباح بيصرف كل الارباح المرحلة مرة واحدة البنوك نفسها تستفيد من هذا الصرف لان لما تصرف 5 جنيه البنوك طبعا هيخش لها عائد من هذه الارباح المرحلة والكوبون النهاردة الشركة اعلنت ان هي خادت موافقة البنوك الدائنة وبالتالي تقدر ان هي تنزل باعلان الصرف الاسبوع الجاي لان كانت الجمعية يوم 31 مارس القانون عندنا في مصر بيقول ان الصرف يتم خلال شهر من الجمعية يعني معانا لغاية 30 ابريل مهلة ان هي تنزل باعلان الصرف في اي وقت طيب تبعنا اليوم ايضا اكتتاب القلعة وزيادة رأس مالها اتمت الزيادة وانهت المرحلة الثانية من الاكتتاب استاذ وائل كيف تعلق على الانتهاء المرحلة الثانية من الاكتتاب الى اي مدى سيكون له تأثير ايضا على اداء الشركة خلال فترة القادمة اي الشركة النهاردة بتتحول الى الشركة قبضة فعملت مبادلة اسم بينها وبين شركاتها التابعة النهاردة الاكتتاب ده كان بخمسة جنيه السهم كان بيتدول بربعة جنيه وربح لذلك شفناه بيصعد النهاردة بالنسبة القصوى اللي هي عشرة في المية الشركة بقى رسمة لها تمانية مليار اهم حاجة في هذه الشركة بدايتها فكرة التخلص من بعض الاستثمارات اعلنت خلال الشهر الماضي عن بيعها لحصتها في بنك مصر والسودان اعلنت عن بيع حصتها في شركة اسمانت في الجزائر الشركة تمتلك محفظة استثمارات بتسعة مليار دولار لو تم تسييل جزء جدين من هذه المحفظة هتقدر ان هي تعاوض الخسائر المرحلة اللي عندها لوصلة الاثنين ونص مليار ستتحول الى الربحية في عام 2014 بالكامل في حالة نجاحها في بيع هذه الاستثمارات اخيرا احنا بكل اسبوع نهاية الاسبوع بيكون عنا اجتماع للبنك المركزي اليوم سيكون اجتماع البنك المركزي المصري استاذ وائل لتحديد اسعار الفائدة ودائما انت بتعطينا توقعاتك على حول الاجراءات التي سيقوم بها ما هي التوقعات اليوم اتوقع اليوم ان البنك المركزي يلجأ الى تثبيت معدل سعر الفائدة هو كان خفت ثلاث مرات التخفيض ده ساهم في ان هو يقلل شوية خدمة الدين العام وده ايجابي ولكن هو ما اقدرش يعمل تخفيض في الوقت الحالي اكتر من كده بسبب يمكن سعر الدولار في السوق بدأ يرتفع شوية انا اتوقع ان هو في المنطقة دي يسبب سعر الفائدة واعتقد في الاجتماع الجاي ممكن يبقى فيه قرار اخر شكرا لك